وعشان كده لازم نجدد إيماننا بهذا الكلام العبقري اللي المصيرين عملوا افتح أبواب قلبك للناس خلي الناس أنا ما شفتش حد إلا وعنده مفتاح لأن كل قلبي من قلوبنا ليه بابين باب على الخلق وباب على الحق كل واحد فينا مهما كان المخلوق ده في أي مكان هذا المخلوق قلبه ليه بابين باب على الخلق وباب على الحق الباب اللي على الحق على الله سبحانه وتعالى بيفتح بمفتاح المحبة والباب اللي على الخلق بيفتح بمفتاح الرحمة يبقى إذا مسكت المفتاحين دول وبنت علاقة مع أي حد بنت علاقة مع أي حد بالمحبة هتلاقي قلبه بيتفتح وبنت علاقة مع أي حد بالمحبة وتقوله إن محبتك ده وقالت زيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو حد حب واحد يقوله إني أحبك في الله يعني يفتح باب قلبه عشان يروح أمر اتنين لله سبحانه وتعالى بالمحب طب وبينه وبينه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحمة طب نعمل ايه عشان ده يرجع تاني المصريين ما كانوا بيقولوا رب هنا رب هناك تحس كده بدفء ايه خليك معانا او الله يعني لما يقول لك حد لما تجي الأم تقول لبنها رب هنا رب هناك يعني خليك معانا لما تروح هناك برضو انت ومعانا برضو ربنا هيرزقك يبقى العبارة من يانا دفء دفء ايه دفء المحبة والصحبة وعشان كده انا قلت كده قلت ان فيها مسألة الصحبة الصحبة الوسعة الصحبة مع الناس الطيبين الصحبة مع الناس الخيرين اللي مش لازم بالضرورة يكونوا بيفكروا بنفسي تفكيري اللي احنا ابتولينا به فيه مع التدين الكم نعمل ايه عشان نرجع تاني نرجع تاني بنحب الناس الطيبين وبنعيش معهم ونشوف انه عندهم حكمة ونشوف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم ده اول شيء اول شيء تعود دايما ان مهما تكلمت مع اي حد بدل رب هنا رب هناك يبقى الرب اللي هو في قلب هذا الانسان ايا كان هو نفسي ربك يعني ايه خلي معك دايما ورق وقلم وشوف اي حد بيتكلم وترصد الحكمة فيه ودونه واشكره على الحكمة دي هتلاقي الناس بتقول حكم كتير جدا جدا وانت محتاج لها وقلبك هيرقل وانت بصيت ليها وتيقنت من ان ربنا سبحانه وتعالى بعتها ليك عشان يقولك انه هو مازال يحبك يبقى انت شوف الحكم دي وانا قلتلكم قبل كده انا في حكمة تعلمتها من وراء ظهر عربية كان بمكتوب عليها ايه مكتوب عليها حكمة عجيبة جدا غيرت كتير من تعامل الحكمة بتقول لا تتعلق بالدايب ولا تعاتب العايب سبحان الله حاجة غريبة جدا جدا حكمة رائعة ما تمسكش بالاشياء اللي حضرت النبي قال لي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه الدايب ده لا يعنيني والعايب ده لا كمان ادفع بالتي احسن يبقى احنا لازم نعمل كده دون الحكم خلي عندك ديوان اسمه ديوان الحكمة الحاجة التانية لازم على طول ايه اللي حاصل ما تعدش تسرف في الامنيات عيش بالامكانيات اللي عندك دي وارضى بيها ويزودها كل يوم قول يا رب انا هبتدي من خطوة اللي انا فيها دي وها اترقى وعمل شيء جديد بالامكانيات اللي عندي دي مش هفضل حالم ان انا اسافر واجيب وعمل لا هبتدي اعمل من الان يبقى ضيف شيء جديد ولو كان صغير النهاردة واخر حاجة بنصحك بيها وحاول نعملها مع بعض ونجربها مع بعض ان يبقى عندك حاجة اسمها محرك القلب مفتاح القلب مفتاح القلب ده يكون دعاء يكون وصل مع الله انا من حاجات اللي بتحرك قلبي دعاء انا بحبه بقول فيه دايما ايه ولو ضمنا الدعاء اين دولة وعملناهم عشر مرات الصبح وعشر مرات بالليل انا اظن ان احنا ممكن قلبنا يتحرك دعاء بيقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سندي ويا سعدي انت وحدك مددي خلينا دايما في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ومن فرقش حضرته لان ما قيمت العبد وكرمت العبد لما يكون في حضرة سيده يا رب الهملة دايما ان احنا ندوق حلاوة توددك الينا بان انت ابقيتنا في معيتك وجعلنا نشوف بانوار هذه المعية كل شيء حوالينا عشان نعرف قدي ايه انت اسكنتنا حياة مليانة جمال ومليانة ود ومليانة رحمة بجميل صفاتك يا رب العالمين